موسيقى 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 الطلب حمد بن مفتاح بن حمد الكيبالي من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع النشبي مطار بن سعيد بن حلوة اللي جتبي وهنا ياتي ضاري سعود بن شاكر بن زيد الشريف على خامس المراكز وفي المركز السادس المركز السادس هنا الانطلاق والتحديات من قبل مأرب لمحفوظ بن قميس لينيبي من ياتينا مع مأرب في انطلاقته المركز السابع هنا المنطلق في هذه اللحظات كفو على سابع المراكز احمد بن مطار بن سيف باللاحظ الهيري هنا ياتينا بالانطلاقات والتحديات المتميزة وصل هنا في هذه اللحظات الشارد قادم من محمد بن سعيد بن بروق الحميري هنا ياتينا في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة على المركز الثامن بينما المركز التاسع المركز التاسع هذه النتائج مشاهدين ومتابعين القرام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط هذه التحديات الثلاثية تحدي ثلاثي جميل هنا في مسيرتنا هنا في هذه التحديات ولا زال وهناك هو الضاح على صدارة نايل بن راشد النايل الشامسي هو المنطلق على صدارة وعلى المركز الأول عز الطلب في المركز الثاني عز الطلب حمد بن مفتاح بن حمد الكبالي من يأتينا على الثاني المراكز والمركز الثالث وينك راشد بن سلطان بن مطر بن مرقان ليجتبي وعلى المركز الرابع المركز الرابع النشمي مطر بن سعيد بن حلوة ليجتبي وهنا ظاري لسعود بن شاكر بن زيد الشريف القادم من المملكة أيضا هنا في المشاركة على أرضية هذا الميدان أما على المركز السادس المركز السادس الشارد يبغي يشرد أيضا هنا لمحمد بن سعيد بن بروق الحميري هنا على المركز السادس كفو في المركز السابع كفو لأحمد بن مطر بسيب اللعد الهائري هنا يأتينا سابعا وفي المركز الثامن مغادر خليفة بن ثاني بن خليفة بن أحمد الرميث ينطلق على ثامن المراكز وفي المركز التاسع المركز التاسع والقدوم في هذه اللحظات على تاسع المراكز والتعديات المتميزة وصل هنا مياس خليفة بن يعان بن عبدالله لمهيري وعلى المركز العاشر هناك يأتينا بانطلاقته هنا الشاين بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والإثارة المتميزة هنا عبدالله بن أحمد بن عود الرميث ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط هنا التحدي يوتي السلوم الإثارة متميزة وهناك لازال على صدارة واضح على المقدمة واضح 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 هو المسيطر على زمام الأمور ولكن النشمي النشمي يتسل للنشمي النشمي هنا مطر بن سعيد بن حلوة لإكتبه يتسلل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط يوتي التحديات المتميزة الجميلة هنا مع الألف وأربعمائة متر المركز الثاني واضح هناك بهذه الانطلاقة المتميزة لسيد نايل بن راشد النايلي الشام سيمنياتي على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث الشارد 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 هنا منطلقا بتحديات وإثارات محمد بن سعيد بن بروق الحميري وضاري سعود بن شاكر بن زيد الشريف يوتي على المركز الرابع مع الكيلو متر الأخير وينك في المركز الخامس وينك هنا محمد بن سلطان بمرقان اللي يتبهي وهناك مغادر خليفة بن زاني بن خليفة بن أحمد الرميسي من ياتينا بهذه التحديات الجميلة وصلاه هنا شهيد سعيد بن راهد بن سعيد الراشدي من ياتي في هذه الانطلاقات والتحديات وأعود إلى الصدورة أعود أعود إلى المقدمة هنا والتحديات الجميلة ولكن هنا التغيير 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 هنا في هذه اللحظات هنا على الصدورة على المقدمة على المركز الأول بين الشرد وبين وضوح الشرد ووضوح يسلوم تحديات متميزة الشرد ووضح وهنا هنا 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 القادم ضاري القادم ضاري في هذه اللحظات يسلوم من الفوز من الناموس الله الله ثلاثية ثلاثية ولكن الشرد على الصدارة الشرد على المقدمة على المركز الاول يسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة الشارد وهنا يقود مضاري ولكن هنا الشارد الشارد جرت بالصدارة بالمقدمة النشمي 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 على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط ها هو النشمي إذن مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبير تهانين والناموس على فوز النشمي بالمركز الأول سلام للقوانيك سلام المركز الثاني الثاني هناك ضاري لسعود المشاكل من زين الشريف المركز الثالثة هناك وضاحة لسيد نايل بن راشد النايلي وعلى المركز وينك في المركز الرابع لسيد راهل بن سلطان بن مرخان بينما المركز الخامس أتانا مشاهدي لك شهيد سيد بن راهل بن سعيد الراشدي من أتى على المركز الخامس في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والإثارة هنا ولحظة وصول النشمي في تسع دقائق 45 ثانية ثلاثا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني تهانينا لمطار بن سعيد بن حلوى لإكتبه وسلام للخوانيق سلام على هذا الأداء المميز تسع دقائق 46 ثانية جزء واحد من الثانية التوقيت الزمني من وصل لضاري لسعود بن شاكر بن زيد الشريف على المركز الثاني بينما المركز الثالث هناك الانطلاقات كان وضاحف في هذا الأداء لنايل بن راهل بن نايل الشامسي في تسع دقائق 47 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني تهانينا وناموس تهانينا للجميع هكذا مشاهدين متابعين الكرام مع الشاق الأصالة في كل مكان نحيكم بتحية الإسلام الخالدة وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في أرضية ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنك في هذا النقل الحي